من محافظة الحديدة التي اختزل فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأزمة اليمنية واعتبرها مفتاح الحل لكافة الكوارث التي أصابت اليمنيين بعثت ميليشيا الحوثي برسالة شديدة لهجة على فكرة تسليم المحافظة ومينائها الواقع على البحر الأحمر مناورة عسكرية بمختلف الأسلحة الثقيلة وتخرج دفعة جديدة للميليشيا تحت مسميات عدة وصوت مرتفع للقيادي في الميليشيا صالح الصمات يهاجم فيه خطة المبعوث الأممي القاضية بتسليم المدينة ومينائها للإدارة الدولية المبعوث الأممي استبق جلسة مجلس الأمن بطلب وساطة صينية لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع بحثا عن موافقة بعودته إلى صنعاء لإقناع الحوثي والمخلوع الصالح بالموافقة على مبادرته الخاصة بالحديدة بعد أن أصبح الحديث عن تسوية سياسية بمثابة فكرة غير قابلة للنقاش الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء الماضي غاب عنها منطق السياسة وانشغل الجميع بالحديث عن تداعيات الإنسانية في محاولة للاستمرار في فصل السياسي عن الإنساني وهو ما لا يقبله المنطق باعتبار انهيار الوضع الإنساني نتيجة لاحقة للفشل السياسي حشدت الأمم المتحدة كبار مسؤولي منظماتها المعنيين بالجوانب الإنسانية كالفاو الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية الذين قدموا صورة موزعة ومجعة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كافة الجوانب انشغل الحاضرون بالحديث العاطفي وهو ما يعد استمرارا لنفس نسق جلسات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص الملف اليمني ولم يتم مناقشة التطورات التي حدثت على الأرض واستمرار قصف وحصار المدن ومنع وصول المساعدات تعطل المسار السياسي في المنطقة برمتها وانعكاس الأزمة الخليجية الخليجية على الأوضاع في اليمن ألقى بظلاله على الاجتماع الذي يكشف عن فقر الخيارات السياسية في اليمن وتحولها لساحة حرب بالوكالة وتنفيس للصراعات في الإقليم في حرب يخسر فيها الفقراء وترتفع كلفة الحرب الإنسانية في بلد لم يعد يقوى فيه الناس على التقاط أنفاسهم الدول العشرون الرعية للتسوية في اليمن باتت جزءا من المشكلة بعد أن كانت تقترح الحلول ونقلت أزماتها وأخطاءها في إدارة الأزمات إليه وهو ما بات يمثل اختبارا أخلاقيا للعالم في ظل استمرار التعامل مع اليمن كملحق لدول الإقليم وبلد خاضع للوصاية الإقليمية والدولية دون أن يجد اهتماما حقيقيا بمعاناته الكبيرة والكارثية اشتركوا في القناة